ازايكم يا حبيبي معاكم ميس السلوان خالد على كناة ساينس اس كي كانتنا شرح دروس ساينس وعلوم ودسكوفر بطريقة مبسطة جدا ما تنسوش هتلاقي في وصف الفيديو كناة التليجرام بينزل عليها الملخصات وشرح الدروس وكمان هتلاقي صفحة الفيس صفحة الفيس للاستثار لأي سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه سنة ستة يا رب بتكونوا دايما بخير يا رب النهاردة بإذن الله هنبدأ نشرح في المفهوم التاني المفهوم التاني اللي هو بيتكلم عن الحرارة والتغيرات الطقس هتلاقي فيه معلومات احنا قلناها قبل كده تمام دي حاجة الحاجة التانية لو انت لسه جديد معنا على القناة تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو احنا بنشرح من كتاب الأضواء النسخة الحديثة هتلاقي في الديسكريبشن لينك للتليجرام وصفحة الفيس لو انت حابت تتبعني تمام تعالا كده نشوف مع بعض احنا عندنا في المفهوم ده بيتكلم عن ايه المفهوم ده بيبدأ ان هو يتكلم وبيبدأ يسهلك في الأول وبيقول لك هنا لا تتغيط درجات الحرارة الجو أثناء اليوم تفتكر ايه صح ولا غلط تؤثر درجة حرارة الجو في الطقس اليوم المحتمل تمام تعالا كده نشوف مع بعض انت هتجاوب على السؤالين دول وقولي كده تتوقع ايه ماشي على السؤالين دول تعالا كده نشوف مع بعض أول حاجة لو أنا وريتك السورتين دول ورحت وقلت لك إيه الفرق ما بينهم في السماء هتقول لي إن السماء هنا صافية والسماء هنا هنلاقيها إن فيها غيوم وممكن يبقى فيه مطر صح أو لأ؟ حلو قوي تمام؟ فبيقول لك هنا إن في حاجة اسمها تغير الجو التغيرات الجو هو تغير التقص أو الجو أو حالة المناخ ده بتحصل بسبب إيه؟ تعالنا نعرف مع بعض بيقول لك هو التقص هو حالة الجو المتوقع خلال فترة زمنية قصيرة يبقى التقص هو عبارة عن إيه؟ إن إحنا بندرس حالة الجو بس خلال فترة إيه؟ زمنية قصيرة إزاي يوم، أسبوع، شهر إنما المناخ العكس المناخ إن أنا بدرس حالة التقص بس فترة زمنية إيه؟ كبيرة شوية ممكن تصل لسنة حلو؟ حلو فبيقول لك هنا إن إحنا في السورتين دول بدأنا نتعرف إن أشكال السماء مختلفة ده تابعاً إيه؟ ده تابعاً على حسب تغيرات التقص أوكي؟ تمام؟ طب تعالوا نعرف كده هو التقص ده أصلاً بيتغير ليه؟ والله بيتغير بسبب حاجات كتير قوي تمام؟ إحنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا عندنا بيكون فيه هوا جاف وهوا بارد صح أو لأ؟ حلو قوي إن إحنا عارفين إن الهوا الجاف بيبدأ يتصاعد إلى أعلى والهوا البارد بيجي يحل محل الهوا الجاف صح أو لأ؟ تمام؟ أو يعني اللي اتنين بيقعدوا يتخنقوا مع بعض لغاية ما بعد كده يكون لي حاجة اسمها إيه؟ الريح صح أو لأ؟ تمام؟ تمام؟ تمام هو الهوا اللي هو الهوا الجاف أو الهوا السخن ده ماشي؟ لما بيبدأ يتصاعد إلى الأعلى هو بيتصاعد إلى أعلى ليه؟ لأن ياميس بتبقى كسفته قليلة فبيبدأ الهوا البارد اللي هو لكسفته واللو هو كسفته كبيرة جداً أكتر من الهوا الجاف بيبدأ إن هو يحل محله فبيقولك عند التقاء الهوا الجاف والبارد مع الهوا فإن هو يتصاعد الهوا الدافئ الدافئ بيطلع لفوق والهوا البارد بيجي يحل محل الهوا الدافئ ليه؟ لأنه بيكون أقل كسافة الكسافة بتاعته بتكون أيلة أو أيلة جداً يعني وزنه بيكون خفيف جداً تمام؟ حلو قوي فبيبدأ الهوى الدافي ده يبدأ يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق لغاية ما يبدأ درجة حرارته تبدأ تقل فيبدأ يحصله ايه يبدأ يتكسف فبخار الماء اللي موجود في الجو هيبدأ يحصله ايه هيتحول الى حالة سائلة مشي يعني يتحول من حالة البخار الى حالة سائلة ويبدأ بعد كده يحصل حاجة اسمها هطول المطر يعني تغير الجو ده بيحصل امتى بيحصل لما بيكون عندي نوعين من الهوى هوى بارد وهوى ساخن الهوى الساخن بيبدأ يتصاعد الى اعلى انما الهوى البارد بيحل محل الهوى الساخن الهوى الساخن بيبدأ يتصاعد الى اعلى الى اعلى الى اعلى لغاية ما درجة الحرارة بتاعته تبدأ تقل ويبدأ يتكسف وبخار الماء يبدأ يتحول لماء وبعد كده يحصل هطول هطول يعني ايه يعني فيه وطن اوكي حلو عشان كده احنا هندرس مع بعض ان في حاجة اسمها خبراء الارصاد الجوية خبراء الارصاد الجوية دول عبارة عن ايه يا شباب عبارة عن مجموعة من العلماء دول بيدرسوا حالة الجو فاكيد الخبراء الجو دول او خبراء الارصاد الجوية بيستخدموا ادوات او بيستخدموا اجهزة بيتساعدهم انه هم يجمعوا بيانات عشان يقدروا يدرسوا حالة الطقس فبيقولك يعتمد خبراء الارصاد الجوية على ادوات ادوات اهي او اجهزة ليه? عشان يجمعوا البيانات وعشان يقدروا يدرسوا حالة الطقس اوكي? على فترات زمنية قصيرة ويقدروا انه هم يستفادوا من المعلومات دول ويتنبقوا بحالة الطقس اوكي? حلو. تمام? بعد كده بيقولك هنا ايه? هنبدأ نتكلم عن البيئة الصحرية. بيقولك هنا ايه? بيقولك فكر كده بيقولك ما رأيك في المشكلات التي تتواجه المزارعين في الصحراء. والله من قبل احنا ما نبدأ احنا عارفين ان الصحراء ان الصحراء دي من بعض الخصائص اللي موجودة فيها ان بتكون الدنيا حر جدا ونسبة المطر اللي بتكون فيها قليلة جدا. صح ولا أه? فده هيسبب لمشكلة. صح ولا أه? تعالوا نعرف مع بعض. بيقولك تنشأ الصحراء بفعرة الكتلة الهوائية. حركة الهوائية. الاستوائية القرة الجافة. فيعمل الجافة في هذه الكتلة الهوائية على الحد من الهطول الامطار في المناطق الصحراوية وانخفاض الرتوبة. الصحراء بيبقى فيها مشكلتين. اول حاجة ان يبقى فيها انخفاض الرتوبة. تاني حاجة الحد من هطول الامطار. يعني نسبة المطر اللي موجودة فيها قليلة جدا. حلو؟ تمام. الصحراء دي معظمها بتكون موجودة فين؟ موجودة في المناطق الاستوائية القرى الجافة. حلوة قوي. تعالوا نشوف مع بعض. قالك اول حاجة من المشكلات اللي احنا هنلاقيها قلة هطول المطر. لنسبة المطر اللي موجودة في الصحراء لقوها ان هي حوالي قد ايه؟ 250 ملي متر. لنسبة قليلة جدا لو انا قرنتها بأي بيئة تانية. يعني لو قرنت الصحراء بالغباءات الاستوائية هلاقي فين من فيهم نسبة المطر اعلى؟ اكيد يميز الغباءات الاستوائية. لان بيكون فيها مطر كتير جدا. انما الصحراء لا. الصحراء نسبة المطر اللي موجودة فيها قليلة خالص. صح؟ لا. تمام. المشكلة التانية المشكلة التانية بتكون فيها المناخ فيها حر وجاف. تمام؟ المناخ فيها حر وايه؟ وجاف. فكده المزنعين قدروا ان هم لازم يتكيفوا على المشكلة اللي قدامهم دون. ان هم يقدروا يلقولي طرق او يلقولي خطط يعملولي خطط او يلقولي طرق اقدر لانا استفاد من المناخ الحر او جاف. وده اللي احنا هنعرفه قدام شوية. اوكي؟ ايه كمان التربة بتاعة البيئة الصحراوية بتبقى منخفضة جدا. يعني ايه منخفضة؟ التربة بيقى فيها عناصر. العناصر اللي موجودة في التربة الصحراوية بتبقى قليلة جدا. ماشي مقارنة مثلا بأي بيئة تانية. فنسبة العناصر اللي موجودة فيها قليلة جدا. فدي من المشكلات اللي انا بلاقيها في البيئة الصحراوية. قلة هطول المطر المطر قليل جدا. المناخ حر وجاف. نسبة خصوبة التربة قليلة جدا. تمام. طبعا انا عايز احسن التربة دي اعمل ايه? تعالوا نشوف مع بعض. عشان اقدر ان انا احسن من التربة دي قدامي اربع طرق. اول حاجة زراعة المحاصيل القادرة على تحمل حرارة الطقس والتربة. ونسبة الخصوبة القليلة منخفزة الحصوبة. اشوف ايه المحاصيل اللي انا اقدر ازراحها في البيئة الصحراوية اللي بتحتاج درجة حرارة عالية وطربة فيها درجة الخصوبة فيها قليلة جدا. اشوف ايه المحاصيل اللي انا هقدر استخدمها في البيئة الصحراوية. ايه كمان? ابتقار طرق جديدة للري. تمام? طبعا النباتات دي محتاجة الري. صح او لا? يعني محتاجة مية. تمام? المية دي انا هحط فيها ايه? او انا هستخدم مية ايه? قالك هستخدم حاجة اسمها اعادة استخدام المية. يعني ايه يا ميس اعادة استخدام المية? خدنا السنة اللي فاتت ان انا مسلا عند المية المتلوسة. بقدر ان انا افلطرها او انضفها من اي من اي مواد ضرة وقدر ان انا استخدمها تاني. صح او لا? يعني بنعمل للمية دي اعادة تدوير صح او لا? المية اللي انا عملت لها اعادة تدوير قادر ان انا استخدمها في الراي. هو ده اللي عايزي اقوله لها. تالت حاجة ان انا أدور وأشوف التربة دي عايز أحسن من الجوزة التربة أستخدم فيها اسمدة عضوية أشوف أحسنها إزاي ماذا أحسن من الجودة أو من الكواليسي بتاعت التربة تمام إيه كمان أستخدم التوربينات الرياح واستخدم الطاقة الشمسية التي تأتي من الشمس عشان أندي أنا أستخدمها في الزراعة يعني توربينات الرياح إحنا أخذنا قبل كده أنها بتحول الطاقة الحركية بتاعت الرياح لطاقة كهربائية صحة ولا أحلو فاستخدم المصادر المتجددة المتاحة عندي في الطبيقة زي الرياح وزي الشمس أشوف أستخدمهم في إيه قدر أستفاد منهم يبقى أشوف إيه المحاصيل اللي قدر أنا أستخدمها في اللي بتحتاج حرارة وتربة منخفضة الخصوبة تاني حاجة المحاصيل دي هتحتاج مية فاستخدم فيه إعادة استخدام المية تاني حاجة أحسن جودة التربة واستخدم الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح حلوة جدا بيقول لك يواجه المزارعون تحديداً في زراعة الصحراء في زراعة الصحراء لأن مقداراً ما يتبخر من الماء ركز بقى في الحتة دي يتجاوز مقدار ما يهطل من الأمطر يعني إيه هضرب كم سنة عشان تبدأ تستطيع معي قادي الصيف أوكي وادي الشتاء أوكي الصيف معدل التبخر بتاعها عالي جداً إنما في الشتاء معدل التبخر بيكون قليل جداً صح ولا أه حلوة أبو تمام نسبة الهطول يعني الهطول يعني المطر هلاقي المطر فين أكتر؟ في السيف ولا في الشتاء؟ تفتكر جاوب إنت بقى في الكومنت عشان كده بيقولك إن في السحرة هللاقي إن معدل التبخر بيكون عالي جداً عالي جداً من معدل هطول المطر يعني التبخر في السحرة بيكون عالي جداً أكتر ما بيكون في مطر كتير يعني نسبة المطر إحنا لسه قليلين فيها بيكون قليل بس التبخر بيكون عالي قوي أوكي؟ حلوة قوي ماشي تعال نشوف مع بعض بيقولك عندما يتصعد الهواء الدافئ اللي هو الهواء السخط الأعلى اللي يبدأ يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق فإنه يفقد الحرارة فيصبح أكثر برودة بالسخونة كل ما الهواء بيطلع يبدأ يطلع لفوق درجة حرارته بتبدأ تقل فيبدأ يتكسف حلو الهواء البارد بالمقارطة بالهواء الدافئ أقل كسافة ولا أكبر كسافة؟ أكيد أكبر كسافة احنا لسه قيل لها تمام فيه ظاهرة هنبدأ نتكلم عنها ظاهرة اسمها ظاهرة إيه؟ ضل الأمر يعني هي بيز ضل الأمر تعال نشوف مع بعض قالك قد الجبل الجبل ده بيكون عنده اتنين جانبين فيه جانبين موجودين في الجبل الجانب الأول بنقول عليه الجانب الرطب ده الجانب الرطب ده بيكون قريب جدا من الشاطئ شايف أنت الجانب اللي أنا بعمل عليه ستورز ده الجانب ده اللي هو الجانب من الجبل الجبل ده بيكون قريب جدا من الشاطئ ده بقول عليه جانب رطب أوكي؟ إنما الجانب الثاني ده بيكون جانب جاف ليه جانب جاف؟ لأنه هو بعيد جدا عن الشاطئ يعني إحنا استفدنا دلوقتي إن أنا عندي أي جبل بيكون ليه جانبين جانب جاف وجانب رطب الجانب الرطب بيبقى قريب من الشاطئ إنما الجانب الجاف بيكون بعيد جدا عن الشطر. حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى? تعال نعرف مع بعض. ايه زل المطر ده? تعال نشوف مع بعض. لو انا عندي الجبل ده قريف جدا من المحيط او البحر. خلاص? حلو. ايه يحصل? المحيط ده او البحر ده? الميا بتاعته هتبدأ تتبخر. يعني هيبدأ يتحور من الحالة السائلة للحالة الغزية. ويبدأ يظهر عندي بخار مية. صح ولاقا? حلو قوي. البخار المية ده هو عبارة عن ايه? بيبقى بخار مية? هوا سخت. بيبدأ يتصاعد لا اعلى يتصاعد لا اعلى. ليه يتصاعد لا اعلى? لانك كسفته قليلة. صح ولاقا? صح ولاقا? فكل ما يبدأ يطلع لي فوق درجة حرارته بتبدأ تقل. صح ولاقا? حلو. فيبدأ يحصل تكسف. يعني يبدأ يتحول من بخار المية. بعد جدا يبدأ يحول للحالة سائلة. يعني يحصل مطر. يعني يبدأ ان الدنيا تمطر. صح ولاقا? تماما? حلو قوي. قالك في جزء من السحاب? هيبدأ ينتقل للجانب الجانب اللي هو الجاف من الايه? من الجبل. جزء من السحاب. يعني انا دلوقتي بعد ما الدنيا مطرت. في جزء من السحاب او جزء من الهوى? هيبدأ انه هو يهبط الى اسفل. هل الهوى اللي هبط الى اسفل ده في بخار مية? لا. مفوش بخار مية. ده اصلا هوى جاف. تمام? فكل ما الهوى ده ما يبدأ ينزل لاسفل اللي بيحصل? بيعمل على تكفيف الارض. يعني يبدأ ينشف الارض. تاني. هقولها تاني. احنا قلنا ان انا عندي الجبل ليه جانبين? جانب جاف وجانب رطب. الجانب الجاف بيبقى قريب من الشاطئ. الجانب الثاني. الجانب الرطب سوريا انا اسفة جدا. الجانب الرطب هو اللي بيكون قريب من الشاطئ. انما الجانب الجاف ده كده بيقيد عن الشاطئ. خلاص? تمام. عندي نحيط او البحر اللي موجود هنا. المية بتتبخر. فاني اللي حصل? انا دلوقتي عندي بخار المية. هيبدأ يتصاعد الى اعلى. وبعد كده يتكسف. فيبدأ يتحول من الحالة الغازية الى حالة سائلة. يعني يحصل مية. يعني هيكون في مطر. حلوة اوي. قالك فيه جزء من الهوى ده. هيبدأ يهبط الى اسفل. هل الهوى ده فيه بخار من المية? لا. ده هوى جاف. بيعمل على تكفيف الارض. دعا لك ده نشوف مع بعض الفيديو اللي شغل ده. طيب يركزوا معي يا شباب في الفيديو ده. اوكي? انا دلوقتي المفروض انا عندي اهو. هيبدأ يحصل ايه? لو ملاحظين? تعالوا كده راحزوا معي. ايدي البحر اهو. هبدأ اي شابه عشان انت لو مش فيه. اهو. ايدي البحر اهو. المفروض ان البحر ده في جزء منه? ان هو اتبخر. يعني انا عندي بخار المية. البخار المية ده هيبدأ يتصاد الى اعلى الى اعلى الى اعلى. لغاية ما يبدأ بعد كده ايه? يتكسف. يعني يحصل بعد كده هطول المية. يعني يدى الدنيا تمطر. اوكي? اهو. الدنيا هتمطر دلوقتي حالا اهي. اهي. الدنيا بتمطر ايه. اهي. شايف دي? الخطوط دي. معانا كده ان الدنيا ايه مطرت. يعني فيه هطول من المطر. اوكي? تمام? ايه اللي يحصل? هلاقي جزء من الهوى ده. بدأ انه هو يروح للجانب التاني. اللي هو الجانب الجاف. اصبح الهوى ده ايه? هوا جاف. اوكي? هلاقي انه هو بيجف في الارض. بينشف الارض يعني. ده بسميه ايه? ده بسميه الزل. الزل المطر. اوكي? اهو. تاني هيكررها تاني. اذا الميا هي اتبخر. هتبدأ انها تتبخر. ويبدأ بخار الميا تصاعد الى اعلى. وبعد ما يتصاعد الى اعلى حالين بيحصل ايه تكسف? يعني بيحصل هتول للمطر. جزء من الهوى هيبدأ ينتقل الى الجانب الاخر من الجبل. اللي هو الجانب الايه? الجانب الجاف. ويعمل على تكفيف الايه? الارض. تعال بقى نرجع للشارة. تمام. حلم اهو. تعال نشوف بعد كده بيقول ايه? بيقولك هنا تحاط الارض بعدة طبقات من من الغازات المختلفة. التي تتعرف بالغلاف الجوي. طبعا احنا كنا اخدنا السنة اللي فاتت. ان احنا عندنا اربع اغلفة. الغلاف الجوي والمائي والارضي وهكذا. الغلاف الجوي ده بيشمل الغازات كلها. اللي هي الغلاف الجوي المحيط بالقرر الارضي. تمام? حال. ميشي. يعني انا مسلا انا عند الارضي هي. الارضي دي محيطة بغلاف من برا كده. الغلاف ده بتسميه ايه? الغلاف الجوي. الغلاف الجوي ده يا شباب بيبقى مجموعة من الغازات. ماشي. يتميز الغلاف الجوي بعدة خصائص درجات الحرارة والضغط الجوي وكسفت الهواء. حل. دلوقتي لو انا عملت مقارنة يا شباب ما بين الخصائص الغلاف الجوي انا عايزة عايزة ايز درجة الحرارة والضغط الجوي وكسفت الهواء في لما يكون في كمة الجبل وفي قاع الجبل. يعني مفحت خالص ويعني مثلا ادي كمة الجبل. واد القاع بتاع الجبل. اوكي? عايزة ايز فيهم كل واحد فيهم درجة الحرارة. والضغط والكسفة. فتعالا كده نشوف مع بعض هل فعلا بيفرقوا ولا لا? ماشي. بيقول لك هنا ايه? درجة الحرارة تقل كل ما ارتفعنا الى اعلى. ركز كده معي. كل ما بنترفع الى اعلى درجة الحرارة ايه? بتقل. يعني درجة الحرارة. كل ما نرتفع الى ايه? اعلى. والدليل على كده ان احنا عدنا بخار المية. بخار المية انا لسه الى لكل ما بتصاعد الى اعلى. اللي بيحصل بيبرد. وبعد كده بيبدأ يتكسف. وبعد كده بيتحول الى حالة سائلة. صح ولا? حلو. يعني درجة الحرارة عند قمة الجبل اقل من درجة الحرارة عند صفح الجبل. اللي هو يعني قاع الجبل. يعني هنا درجة الحرارة تزيد. اوكي? درجة الحرارة عند صفح الجبل. اللي هو يعني قاع الجبل. ماشي? حلو. يبقى تاني. كل ما بنطلع لفوق درجة الحرارة مالها بتقل. انما كل ما بنجي نزل لدحت درجة الحرارة مالها بتزيد. خلاص? تمام. حلوة قبل. ثانية بس امسح ديش اما تطلع اغبطش. ماشي. اهي درجة الحرارة مالها هي عمالة ال. كل ما بنطلع لإيه? لفوق. انما كل ما بنجي ننزل لتاح درجة الحرارة مالها بتزيد. ماشي? تمام. طب و بالنسبة للضغط الجوي نفس الكلام الضغط الجوي. كل ما بنجي نطلع لفوق. الضغط الجوي بيقل. تاني. كل ما بنطلع لفوق درجة الضغط الجوي ماله بيقل. قاية الضغط. قاية الضغط الجوي. كل ما بنجي نطلع لفوق. الضغط الجوي بيقل. ودي هنعرفه قدام شوية. يبقى كل ما بنجي ننزل لتاح الدخط الجوي ماله بيزيد. خلاص? يبقى بالنسبة للضغط الجوي. الضغط نفس الكلام بيزيد. حلم. كسفت الهوى. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا هوا بارد وهوا ايه? سخط. الهوى البارد بيبدأ ان هو بينزل لتحت. معنى كده ان تحت ان الكسفة مالها بتزيد. صح او لا? تمام. عيدها تاني ما تخافش. انما فوق الكسفة مالها بتقل. بتقل الكسفة. همسحها وكتفها تاني عشان لو انت مش فعبها. ماشي. انا دلوقتي عايزة عامل ايه? انا عايزة قارن. عايزة قارن. اتضغط ودرجة الحرارة وكسفت الهوى. امتى? في قمة الجبل وصفح الجبل. يعني عند قاعة الجبل. ماشي? تعال نمشي اول حاجة. اول حاجة في قمة اهو. قمة الجبل. اللي بيحصل? تعال نشط مع بعض. في قمة الجبل هلاقي ان كل ما ما بنطلع لفوق كل ما ايه? ما بنطلع لفوق درجة الحرارة بتقل ولا بتزيد? بتقل. تقل الحرارة. جميل قوي. ماشي. جميل قوي. يبقى في قمة الجبل ايه اللي بيحصل? درجة الحرارة بتقل. ايه كمان? طب بالنسبة لكسفت الكسفت الهوى. نفس الكلام. تقل. صاني انا اسفة. تقل كسافت الهوى. حلوة قوي. طب بالنسبة للضغط نفس الكلام بتقل. كل ما بنطلع لفوق. تقل كسافة الهوى. تقل الكسافة والضغط. حلوة قوي. بغاية انا في اي مشكلة عيدها تاني لو ما تنتهيش. ارجع لورا وعيدها تاني. ايه دي هو. لما بتكون اهو. في قمة الجبل درجة الحرارة بتقل. الكسافة بتقل. الضغط الجوى بيقل. اوكي? ماشي. تمام. تمام. تعالا بقى نشوف اللي بعده. اوكي. تمام. انما عند صفح الجبل هنلاقي ان الحرارة بتزيد. الكسافة بتزيد. الضغط الجوى بيزيد. عكسي هنا. جان انت احفظ واحدة واكي ستانية. ماشي. تمام. تعالا نشوف بقى بعد كده هنتكلم عن ايه. تمام. لو احنا عايزين نعرف يعني ايه كلمة الضغط الجوى. هو مقدار القوى التي يؤثر بها الهوى على البيئة المحيطة. اووزنا عمود الهوى فوق منطقة ما. يعني ايه. يعني انا عاوز يقولك هنا اي جسم اي جسم موجود على القرى الارضية بيتأثر بمقدار معين من القوى بتاعت الهوى. يعني الهوى ده لوزن. الوزن بتاع الهوى بيأثر على اي جسم موجود على القرى الارضية. تمام? تمام. بيقولك هنا ايه? يختلف تكوين الغازات الموجودة اعلى قوى من الجمل عن الغازات الموجودة بالقرب من سطح الارض. وبذلك لان مقدار الغازات الخفيفة اللي هي الاقل كسافة بيكون اكبر كلما زاد الارتفاع سطح الارض. يعني انا عايز يقولك الغازات اللي موجودة فوق القمة غير الغازات اللي موجودة في القرب من سطح الارض. عشان كده نلاقي ان الغازات الخفيفة هي اللي بتكون اقل الكسافة. بتكون اكبر وكلما زاد الارتفاع عن سطح الارض. يعني كلما بنجي الارتفاع الافوى يا شباب اللي بيحصل الكسافة بتقل. تمام? ده اللي عايز يقولك. تمام? تعال كده نشوف مع بعض. جايب لنا ايه? اكبر من اقل من الاسفل منخفضة. زل زل المطر عالية. تتميز التربة الصحراوية. بقى انها ايه? احنا قلنا فهمنا ان التربة اه في البيئة الصحراوية بتبقى الخصوبة بتاعتها قليلة جدا. صح? يبقى اكبر من خصوبة التربة. اقل من خصوبة التربة ولا اسفل ولا منخفضة الخصوبة. منخفضة الخصوبة. تمام? الضغط الجوي. الضغط الجوي عند قمة الجبل. ادي قمة الجبل. بيكون اقل ولا اكتر? بيكون اقل صحة ولا الضغط الجوي فوق يبقى أقل بس كل ما بنجي ننزل لتحت بتزيد أقل طيب عندما يزيد الهواء عندما يبرد الهواء وتزداد كسافته فإنه يتحرك يتحرك إيه يتحرك إيه دلوقتي لو أنا عندي هوى بارد والكسافة بتاعته عملا تزيد هيتحرك إيه أكبر من ولا لأسفل ولا ضل المطر ولا علي لا علي إنه هو بدأ بقى تقيل جدا فيبدأ ينزل لتحت ليه لأنك كسافته كبيرة قوي تحت الظاهرة إيه عندما يواجهها الهواء الرطب سلاسل الجبال طبعا إحنا عارفنا الظاهرة إيه زل المطر طبعا صح أم خطأ تعالوا نشوف مع بعض بيقولك هنا إيه تنشأ السحاري بفعل الكتر الهوائية القطبية الجفة لا ما كانتش قطبية جفة كانت استوائية جفة لا تتغير خصائص الغلاف الجوي بالارتفاع عن سطح الأرض غلط طبعا تتغير إحنا قلنا الخصائص الغلاف الجوي اللي في كمة الجبل غير خصائص الغلاف الجوي غير في القاع أو سطح الأرض مختلفين تتميز السلاسل الجبالية غالبا بجانبين رطب وجف صح طبعا يسعى المزارعون لابتقار طرق تجعل الطربة الصحراوية الجفة الخصبة ومصمرة أسكر أسكر إثنين من هما إنهما إيه تحسين جودة الطربة صح؟ لا تمام استخدام التوربينات والطاقة الشمسية أنا كده ذكرت لهم طريقتين حلو الضغط الجوي هو عبارة عن إيه؟ وزن عمود الهواء فوق منطقة مية أو ممكن نقول مقدار القوة التي يؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة تمام حلو بعد كده الدرس الثاني إحنا نهاردة هناخد الدرس الأول والدرس الثاني الدرس الثاني بيتكلم عن إيه؟ بيبدأ يسألك وبيقولك يمكن استخدام إيه؟ للتعرف عن أحوال الطاقس يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أعرف الطاقس أوكي؟ حلو بيستخدموا إيه؟ خريط العالم ولا خريط الطاقس أكيد يابس من اسمها خريط الطاقس حلو فإحنا دلوقتي هنبدأ إن إحنا نتكلم عن حاجتين مهمين حاجة اسمها علم الأرصاد الجوية وحاجة اسمها خبراء الأرصاد الجوية علم الأرصاد الجوية هو علم بيدرس أي حاجة لها علاقة بالطاقس وبيتنبأ بالطاقس هيكون عامل إزاي؟ أوكي؟ حلو إنما خبراء الأرصاد الجوية يعني إيه خبراء الأرصاد الجوية؟ هي مجموعة من العلماء بيستخدموا أدوات أو مجموعة من الأدوات عشان يدرسوا الطاقس ويتنبأوا به ماشي؟ ده بيحلو قول بيجمع خبراء الأرضات الكوية البيانات لعمل التنبؤات الجوية الحقيقية تمام إيه الحاجات اللي لازم يكونوا عارفين عشان يقدروا يتنبؤوا بالطقس لازم يكونوا عمتا يعرفوا درجة الحرارة، الضغط الجوي الرطوبة، الرياح وتعتبر حرارة الشمس هي من أهم العوامل يعني كل العوامل دي اللي أنا قلتها اللي هي درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة والرياح العوامل دي يا شباب بتأثر على الطقس فلازم أي خبير لازم يكونوا عارفهم درسهم كويس لأنه كل واحد فيهم بيأثر على الطقس وأهمهم درجة الحرارة تمام حلوة بيقولك هنا إيه من الأدوات اللي بيستخدموها عشان يقدروا أنه هم يجمعوا جبيرة جدا من المعلومات ويحللوها أول حاجة عندنا جهاز اسمه الترمومتر ده بيستخدموه عشان يقيس درجة الحرارة تمام؟ الجهاز التاني اسمه البارومتر البارومتر ده عبارة عن جهاز بيستخدموه عشان يقيسوا الضغط الجوي يبقى أنا عندي جهازين جهاز بيستخدموه عشان يعرفوا درجة الحرارة الجوي والجهاز التاني بيستخدموه عشان يعرفوا الضغط الجوي تمام يا شباب؟ حلو بعد كده قالك أنه فيه برضو حاجات بيستخدموها العلماء أو الخبراء الأرصاد الجوي بيستخدموا حاجة اسمه الأكبر الصناعية والطائرات وبالونات الطقس حلو؟ بيستخدموها ليه؟ لحمل أدوات القياس عالية في الغلاف الجوي لقياس الأحوال الجوية فيه من الارتفاعات المختلفة عشان تبدأ أنها المعلومات دي تنتقل من المحطة أو القمر الصناعي إلى العلماء يعني إيه؟ الأقمر الصناعية أو الطائرات أو البالونات الحاجات دي بتبدأ أنها بتبقى فوق خلص صح ولا أ؟ فبيحطوا فيها أجهزة معينة الأجهزة المعينة دي بتبدأ أنها خلاص هي موجودة في الأمر الصناعي والأمر الصناعي هو موجود فوق يعني في مناطق عالية جدا يبدأ أنه هو يجمع المعلومات اللي محتاجها خبراء الأرصاد الجوية يعني دلوقتي عند الأمر الصناعي والطائرات والبالونات الطقس هي خلاص جمعت ايه؟ معلومات كتيرة أو فيها أجهزة يعني فيه أجهزة محطوطة فيها يا شباب الأجهزة دي هي يعملها تجمع كمية كبيرة جدا من المعلومات المعلومات دي هي خلاص جمعتها هتبدأ أن هي تنتقل مثلا يعني من الأمر الصناعي للخبراء أو تبدأ المعلومات دي تتحرك من المحطة محطة الأرصاد الجوية للعلماء عشان يبدأ أن هم يحللوا البيانات دي خلاص؟ حلو بعد كده بيقولك هنا ايه؟ أهمية جمع البيانات بيقولك لما بيقدروا أنه هم يجمعوا البيانات ده بيساعدهم أن هم يفهموا حالة الطقس وكمان يعرفوا إلى العوامل اللي بتسبب في تغيير الطقس وكمان بيقدروا أنه هم يتنبقوا بحالة الطقس في المستقبل حلوة قوي؟ تعالنا اتكلم عن تحليل البيانات تحليل البيانات يقوم الأرصاد أو خبراء الأرصاد الجوية بالجمع البيانات من أماكن مختلفة على مدى فترات زمنية قصيرة ليتمكنوا من تحليلها يعني دلوقتي دي اسمها خريط الطقس بيبدأ يستخدمها خبراء الأرصاد الجوية بيستخدموها عشان يقدروا أنه هم يجمعوا كمية كبيرة جدا من المعلومات يعني مثلا أدي المنطقة وليقوم مثلا أدي ألف دي أنا بشارة عليها هنا دي مثلا أوكي؟ مثلا ودي المنطقة وليقوم مثلا به أوكي؟ يبدأ يعرف من منطقة ألف وبيه أوكي؟ يبدأ يجمع كل البيانات درجة الحرارة الضغط الجوي الرطوبة يبدأ يعرف كل المعلومات دي خلاص عشان يبدأ يحل المعلومات ويقدر يتنبأ بالطقس طب لو إحنا عايزين نعرف يعني إيه كلمة الرطوبة اللي أنا لازم اللي أنا عمل أقولها الرطوبة ما هي إلا لو أنا عايز يعرف هل الجو فيه كمية كبيرة جدا من بخار المية؟ والله لو الجو اللي قدامي ده فيه فيه كمية كبيرة جدا من بخار المية فده بقول عليه رطوبة لو الجو اللي قدامي ده ما فيهوش رطوبة معنى كده يعني ما فيهوش بخار مية معنى كده إن الهوى ده جاف أوكي؟ يبقى يعني أنت عايزة يا ميس عايزة تقولي كل ما يكون الجو عنده كمية كبيرة جدا من بخار المية ده بقول إنه هو عنده نسبة كبيرة جدا من الرطوبة عشان كده بيستخدموا خرائط التقس حلم بعد كده بيقولك إنه يهتم علماء الأرصاد الجواية بمعرفة تأثير العوامل الأخرى مثل التضاريس على غلاف الجواية بيقولك هنا عشان يبدأ العلماء إنه هم يبدأوا يتنبأوا بالتقس في عوامل أو في حاجات بتأثر على حالة التقس زي الايه زي التطاريس زي مثلا الجبل والله لو المكان اللي أنا فيه ده فيه جبل ده هيأثر طوال على حالة التقس ده ما إحنا لسه قلين وأبصر وأبصر وأسوري وأبصطها اللي هو زل المطر تمام بعد كده يستخدم خبار الأرصاد الجوية حاليا نمازك حاسوبية معقدة للتنبأ بالضغط يعني بيستخدموا الكمبيوتر الكمبيوتر ده بيكون معقد شوية عشان يقدر إنه هو يتنبأ بحالة التقس ويبدأ إنه هو يفهم العوامل اللي بتأثر على حالة التقس إيه كمام قد تكون التنبؤات عن حالة الجو غير مؤكدة يعني مثلا رح تقولت لك إن بكرة الدنيا هتمطر وهتغرق الدنيا بس في الحقيقة لما بكرة جي ولا غرقت الدنيا ولا الدنيا مطرت عادي هي نتدعت كده فممكن أنا مثلا خبارات الأرصاد الجوية يتنبأوا بس برضو ممكن ما يطلعش يعني مية في المية كرامهم صح إيه كمام بيقولك يمكن للتغيرات الصغيرة الغير متوقعة في درجة الحرارة الرياح والهواء والمحيط والرطوبة في الهواء أن تؤثر أحوالة التقس بدرجة كبيرة يعني دلوقتي وليكن مثلا أنا دلوقتي عند الرياح خلاص حلو الرياح دي أسرت في حالة التقس فأنا عرفت من حالة التقس إن لو أنا مثلا عندي مثلا المنطقة دي فيها الرياح فالرياح هتبدأ تنتقل مثلا من الشمال للجنوب يعني أنا عايزة أقول إن الرياح دي ودرجة الحرارة والرطوبة والمحيط دي عوامل بتأثر على التقس أوكي ويقال أن هناك احتمالية أن هتون الأمطار بنسبة 40% على عكس ما يحدث تمام وقد تتغير الظروف بسرعة كبيرة جدا ويحدث بشكل غير متوقع بحيث يكاد من الصعب التنبؤ يعني مثلا وليكن مثلا في بعض التغيرات اللي بتحصل في الجو ممكن يوصل إنه خبراء الأرصاد الجوية ما يعرفوش اللي ممكن يحصل في المستقبل ده غصبا عنهم هم هم مش عارفين يعني في حاجات بتحصل في الجو هم مش عارفين مثلا بكرة ممكن يحصل إيه تمام بعد كده بيديلك معلومة كده وبيقولك هنا إيه في طبقة موجودة في الغلاف الجوي اسمها طبقة التريبوسفير هي طبقة الغلاف الجوي الأقرب إلى سطح الأرض غلاف الجوي بيبقى عبارة عن مجموعة من الطبقات أقرب طبقة موجودة لسطح الأرض اسمها إيه تريبوسفير اسمها ودي اللي بيحدث فيها زواهر التواقص التقص المتعددة ليه يسمى لماذا يسمى التنبؤ التقص علما؟ ليه قالوا عليه علم؟ لأنه يتطلب مهارات للتفكير زي الملاحظة والتنبؤ والتحليل وأن أنت تقيم والتجريب ووضع نمازج كما يتطلب أدوات وتقنيات ليه قالوا على علم؟ ليه قالوا على التقص ده علم؟ ليه قالوا عليه علم؟ لأن التقص ده عشان تبدأ أن أنت تتنبهه محتاج أدوات ومحتاج أجهزة ومحتاج أن أنت تلاحظ ومحتاج أن أنت تتنبه وتحلل وتشوف وتدرس وتعرف يعني حاجات كتير قوي طيب حلوة قوي ركز مع الله يبركلك في الحتة دي كويس جدا دلوقتي إحنا عندنا في الجزء الثاني بيتكلم عن تجربة المفترض أن إحنا نعمل تجربة دلوقتي مع بعض بس قبل ما نعمل التجربة دي هنبدأ دلوقتي نقرأ إحنا في التجربة دي محتاجين فيها إيه ونبدأ السؤال ده نقرأه ونشوفه وعاوز يقولنا إيه وبعد كده هوري لك فيديو دلوقتي حالا أوكي؟ تمام دلوقتي هو بيقولك هنا عندما تذهب إلى الشاطئ وتمشى على الرمال بالقرب من المية تجد أن الرمال أكثر دفئا من المية ولا بتلاقي أن المية هي اللي بتكون أكثر دفئا من الرمال من اللي بتكون فيهم سخن شوية الرملة ولا المية ده اللي احنا هنعرفه تمام هنعرف ده إزاي لما نيجي نقرأ مع بعض التجربة ونشوف مع بعض الفيديو تمام بصوا يا شباب أنا دلوقتي في التجربة دي هحتاج فيها إيه هحتاج فيها مصباح هحتاج فيه اتنين تمرومتر هحتاج فيه أوعية قياس واتنين دورق يعني ايه دورق؟ يعني زي زي الدورق ده أوكي؟ الدورق ده فيه رملة والدورق التاني فيه مية ماشي؟ والدين فيهم نفس الكمية يعني مثلا هنا الكمية بتعطي الرملة وليكن مثلا حوالي وليكن مثلا قدقية شباب مثلا مية وخمسين ميلي لتر من الرملة أوكي؟ حلو تمام؟ تمام نفس الكمية برضو بتعطي المية مية وخمسين ميلي لتر واحتاج ساعة إقاف واحتاج مصطرة بس كده تمام؟ طب أنا هعمل إيه؟ هبدأ أن أنا هقرب المصباح من الدورق اللي اتنين اللي هو الدورق اللي فيه الرملة والدورق اللي فيه المية خلاص؟ تمام والمدة عشر دقيقة كل دقيقة أنا طبعا من وراء من وراء المصباح هبدأ أحسب درجة الحرارة في كل دقيقة لكل واحد منهم كانت قدقية خلاص؟ حلو قوي وبعد كده هكرر نفس الخطوات بس هقفل اللمبة يعني أنا دلوقتي أنا جبت دورق الدورق فيه رملة والدورق التاني فيه مية وكل واحد فيهم فيه ثرمومتر فيه ثمرومتر خلاص؟ والإتنين قدام مصباح المصباح منور خلاص؟ تمام هبدأ أن أنا أحسب درجة الحرارة مرة لما المصباح يبقى منور ومرة لما يكون المصباح يكون مطفي وشوف أنا لاحظت إيه واستنتكت إيه وابدأ أكتب كل اللي أنا لاحظته طب تعالا كده نشوف مع بعض إيه اللي حصل؟ تمام هو هنا مش كاتبها لكن المفهوم اللي إحنا بنستنتك تمام هلاقي إن الرملة بتسخن وبتبرد أيضا بشكل أسرع من المية يعني إيه؟ تعالا كده نشوف مع بعض الفيديو ده طيب لاحظوا بس كده معي يا شباب هنا ملكش ده بالكلام لإنجرش ده بس عشان أي الغرض بس من الفيديو لانتو تفهم إيه اللي بيحصل آدي هم أو هم الثلتو الدورة يعني واحد فيه مية والتاني فيه رملة والاتنين فيهم تمروميتر والمفروض إن أنا بعد كل دقيقة هحسب درجة الحرارة كانت قد إيه هنا في الفيديو ده هيحسب بعد كل ثلاث دقايق درجة الحرارة عاملة إزاي ماشي يعني الفرق مش كبير المهم إن إحنا عايزين نعرف إيه اللي بيحصل بصوا هنا بعد قد إيه بعد ثلاث دقايق تعالا كده نشوف مع بعض درجة الحرارة بتاعت الرملة كانت قد إيه كانت تلاتين تعالا نشوف المية كانت قد إيه بصوا قد إيه يا شباب حوالي تلاتة وعشرين يعني هي مش زايدة يعني هناك كانت تلاتين إنما هنا تلاتة وعشرين جيت مثلاً بعدها بشوية ولا يقوم مثلاً بعد ست دقايق عايزة نشوف درجة الحرارة تلاتة الرملة قد إيه لا دي هي زايدة شوية بقيت مثلاً هنا حوالي أربعة وثلاثين الرملة خلي بالك حلو إنما هنا ألاقي درجة الحرارة بقيت حوالي قد إيه أربعة وعشرين ما زالت برضو إن درجة الحرارة بتاعت الرملة بتسخم أسرع من درجة الحرارة بتاعت المية أوكي تمام قلت إيه أحسبها شوية وهجي لها بعد تلاتة تسعة دقايق لقيت إيه درجة الحرارة لا دي زادت شوية بقيت حوالي سبعة وثلاثين اللي هي الرملة باشي جيت أشوف درجة الحرارة بتاعت المية بص بقيت قد إيه بقيت حوالي ستة وعشرين فيه فرق صح هو لا عيبه طبعاً تمام تعالي بقى أن نرجع للشرح تمام يعني درجة الحرارة بتاعت الرملة هل يعني بتسخن أسرع من المية تمام طب وإزاي بقى بتبرد بتبرد لو أنت قفلت بقى المصباح وقيت عشان وقيت عشان تشوف درجة الحرارة هتلاقي هتلاقي أن الرملة بتبرد أسرع من الإيه من وليكن مثلاً اللهم أصدرنا محمد من آآ من من المية يعني مثلاً وليكن مثلاً أنا دلوقتي قفلت المصباح أوكي ففي الدقيقة الأولية في الدقيقة الأولية أنا بتكلم عن الرملة أوكي كانت وليكن مثلاً حوالي قد إيه 33 33 33 خلاص ماشي بعد في الدقيقة العشرة ماشي لقيت مثلاً درجة الحرارة بتاعت الرملة وليكن مثلاً كام 24 تمام أنا دلوقتي لو طرحت 23 من 24 تعال كده نشوف مع بعض لو عملت 23 ناقص 24 الفرق كام تعرف تقولي الفرق حوالي 9 دقايق صحة ولا تمام إنما درجة الحرارة المية كانت في الدقيقة الأولى كانت حوالي أدي 26 إنما في الدقيقة العشرة لقينا إن هي حوالي أدي 24 24 إيه ده هو من اللي برد أسرع مين الرملة ولا المية الرملة يا نيس الفرق ما بين الرملة والمية لو أنا عملت الفرق ما بين المية 26 ناقص 24 يعني حوالي دقتين إنما هنا لأ الهنا هلاقي اللي برد أسرع مين الرملة معنى كده إن الرملة بتسخن وبتبرد أسرع من المية تمام حلو حتة إن أنا أنور المصباح ده كده أكنه بيعمل محكاة أو بيمثل لي فترة النهار اللي هي فترة الشمس حلو واللما بقفل المصباح ده كده أكنه بيمثل لي المحكاة بتاعت فترة الليل بالليل يعني خلاص حلو الكلام حلو نستنتج إيه نستنتج إنه يختلف تأثير الطاقة الحرارية على المواد زي الرملة والمية بنفس الطريقة بيختلف مدى تسخين وتبريد العديد من الأسطح المختلفة على الأرض عند تعرضة للإشعاع يعني دلوقتي أنا عندي رملة وعند مية الرملة اللي موجودة في الشاطئ هلليها أنها بتنتص كمية كبيرة جدا من الحرارة أكتر من المية ماشي وفي نفس الوقت هللاقي إن الرملة بتبرد أسرع من الإيه من المية فهي على حسب المواد تمام؟ حلوة قوي فبيقول لك هنا ملاحظة تتقصى درجات الحرارة للهواء من منطقة معينة بيختلف درجات الحرارة من المية يعني درجة الحرارة في سكندرية غير درجة الحرارة اللي موجودة في أسوان صح أو لا؟ هللاني سكندرية فيها بح صح؟ إنما أسوان ما في أشبح صح أو لا؟ تمام؟ فده برضو بيقصى درجة الحرارة ماشي بيقول لك هنا تتساوي درجة الحرارة اليابس مع الماء عند سقوط أشوات الشمس لا طبعا بتتساويش تختلف تتأثر درجة الحرارة الهواء في منطقة معينة بدرجة حرارة اليابس المسطحات المائية تمام؟ ما فيش أي مشكلة تبرد المية بشكل أسرع من السخور؟ المية بتبرد أسرع من السخور؟ لا من اللي بيبرد أسرع السخور؟ وبعد كده المية تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض أكمل العبارات قالك هنا أكبر من هواء أقل الميل تتأثر درجة الحرارة إيه؟ في منطقة معينة بدرجة الحرارة الأسطح المختلف على الأرض أكبر من ولا الهواء ولا أقل من تسخن السخور الجداول المائية بدرجة إيه؟ من الماء السخور بتسخن أكتر من الماء يبقى دي أكبر من فضل كده الهواء وفضل أقل من تتأثر درجة الحرارة الهواء في منطقة معينة من درجة الحرارة الأسطح المختلفة على الأرض ولا تتأثر درجة الحرارة أقل من في منطقة معينة لا المفوض الهواء تتأثر درجة الحرارة الهواء في منطقة معينة من درجة حرارة الأسطح المختلفة على الأرض زي ما قلت لك درجة الحرارة الموجودة في سكندرية درجة الحرارة الموجودة في الأسوان صح ولا? طبعا. احنا كده الحمد لله خلصتنا مع بعض الدرس الاول والدرس التان. لو انت لسه جديد معنا على القناة تنسى تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو هتلاقي في الانك التلجرام لو انت حاك تتابعني وبرده طفحة الفيس لو انت حاك تتواصل معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.